أهلا بكم من جديد رأت صحيفة العرب اللندنية أن كثرة تسريبات الصوتية لسياسيين ومسؤولين عراقيين تظهر تحولها إلى سلاح في الصراعات التي لا تهدأ بين المتنافسين على المواقع والمناصب السياسية تقرير لصحيفة ذكر أن تسريبات الصوتية لسياسيين ومسؤولين بأجهزة الدولة العراقية تحولت إلى ظاهرة مقترنة باجتداد الصراعات على السلطة وتخبطها لضوابط العمل السياسي وحتى أخلاقياته أشارت أيضا إلى أن هذه التسريبات أحدثت هزة في حكومة السودان بسبب تورط العديد من المسؤولين بملفات فساد وأخيرها هو رئيس هيئة المستشارين عبد الكريم فيصل وقبله رئيس هيئة نازهة حيدر حنون حيث أضافت أن هذه التسريبات وما تكشف عنه من فضائح تحتاج إلى جهود كبيرة ودحقيقات دقيقة للوقوف على مدى صحتها في تعقيد المشهد حول رئيس الوزراء وتسميم الوسط السياسي الذي ينتمي إليه ويتحرك داخله وهي حرب مرتبطة بصراع السياسي الآخذ في التصاعد استعدادا للانتخابات النيابية القادمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر